مش صحر اللي بتفل فكر أمسافر أنا أنا بحقية أوتصابك كل يوم خبر كل شي مش صحر اللي بتروها مش صحر اللي بتروتنيها هيك أليكسندرة بنت كتير فرحة يعني كانت توعة مبسوطة وثنين مبسوطة بس كارس بس اللي برا بين أشع وفيك تخبر إستو بس اللي جوا ما بين أشع اللحظة مخيفة يعني مرعبة جداً لحظات لن تمحى من خيال آلاف اللبنانيين بعد أن دخل الوجع منازلهم دون استيذان مخلفاً وراءه جدراناً طمرت تفاصيل يومياتهم وحتى الناجون منهم باتوا ضحايا على قيد الحياة وصلت على البور بعتتلي الفيديو الانتشر العنبر هو عم بيحترق هيدا صحر هو وهي مسورت وبعتت لي هون دقيتلها أنا فيديو كول قلتلها اف وين هيدا كيف رديت ما باري لأنو هي فاتحة تليفون هايك بس همتطلع بالسلام وش همتطلع فين شيت من تسع سويني صرت صرخ أنا سحر 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 بس طلعت فين قلت لحبيبي إذا فيشير كده وركضت ومفتوح الخط وصل العلم في جار المعم تقطع براسة أنه خلاص راحت يمكن لأني ما شفتها بس بعد نكلمة رابوت صلي وكيد شفت بقول ما ترقى كان العثور على أحياء في ساحة المرفأ حيث هجم الموت فجأة أمراً صعباً وسط أكوام الحطام والدمار لكنه الأمل الذي يأبى أن يفارقنا رغم كل المؤشرات التي تدعو إلى فقدانه كماش نيها المستشفيات من جبال لشحين ما في شي بيضل عندي هيدا الأمل أنه أنا قلت لها سحر كده ما بطفوط براسي أنه أنه عم بحكيه أنا معقول كنت عم بحكيه خلاص فليت بيقولوا لي أنه اللي نيها لها لينها لسحر والعود بسلام لكم وعمل نيها لها مثل ما بد كمشان كنت عارس؟ كان عارسنا قريب ولنا لعارس زي نيها للبنيسة، زي أرسة لكن ما بده ياوي صار احنا عايشين بالجميزة بينص الجميزة بورج البور زلنا عالطرقات ما في حدا كنا عم نركض وعم نمشي لحالنا اخدت معنا ساعة ساعة ونص تنوصل على المستشفيات البعاد من بيوتنا خمس دقائق ولد مثل بنتي عمره ثلاث سنين ونص ما بيقدر يتحمل جسمه ما قدر تحمل يعني تغطيته وحميته بجسمه بس ما بنعرف اذا ضربه بحيط على رأسه او اذا من قوة الانفجار ببيتك بتحس انه هو محل البرك الوحيد والعالم وتحس حالك في بأمان حدا بيكون حسس حاله وبيحمي حاله وحمي عائلته بس قتلونا ببيتنا بس قتلونا ببيتنا موسيقى شفت هون هيك كله عم روح أسود أسود ديني كله دغري طلع أول فقسة صاروا يصارخوا الولاد قمت أنا طلعت اطلع هيقته نعم بيضربوا ورجعوا ضربوا هيدا طلع الانفجار الكبير أنا دغري لو دميت قاعدة هيك كان دبحني الأزيسة عملت هيك أنا على الكنابية عندها دقوا سنانة بيدي نزلوا ثلاث شسورة وهون جرحت بقى الدم ينزل أنا مني حاسي فاتت الحجرة كبيرة تبعيت الونش بالبنية من الآخر لأول طابق لتحت أنا خمني أزايف اللي أنا ما تخافوا هلأ بيروقوا مني عارفة عميزة مني دم هدوني دغري لحتى أنزل مع العصي جارنا هوني هديني بس شفت جارتنا تحت صاحبتي كانت عندي قبل الدهر السفقة على الحيط وقتالها ماتت بس شفت الدم وهيك اللو ما بقطع من فوق دمه صرت أبكي يصرخ صدقيني بس صر الانفجار ما عدنا نعرف هذا الشارع إذا مسلم أو مسيحي أو كردة أو تطريك يا مصطفى يا جورج يا حنى يا ليس يا علي يا كذا كل العالم صاروا إيدوا واحدة والتموا على بعضوا لطي يشوفوا شو بدهم يعملوا نحن عبر كل شيء بتذكر الزلزيل ما كان يخلص الزلزيل كأنه شيء مفعل بجسمي وريحها كثير كثير بشعة هوا سخن بيحروق الجلد وإشي عم يشتي علي غراط عم ينزل علي حجر حديد الباركين عنه اللي يكواننا واجع الانفجار من هلأ لعشرين تلاتين سنة لو قد ما اشرحوا لحيا اللحظة ما حدا متل ألين متل جوليان هجوب يوسف تسولاك كل الشباب اللي كانوا رودي جو ما حدا غيرهم حيقدر يستوعب أنا أصلاً شو حاسس النظرة اللي تطلعوا فيه الشباب والبنات بالميريك ما بعف زفينة أحكيلك إيها تعالنا قولي ليشي عمليشي مش رح نفل شو رح يصير حدا الخوف كنت لازم اكسرها بسرعة ما يزال التحقيق جارياً للوقوف على أسباب الانفجار الدامي رغم وعود السياسيين حينها بتحديد المسؤولين خلال خمسة أيام كحد أقصى وإلى أن تظهر نتائج ذلك التحقيق يبقى شريط الذكريات متخماً بلحظات لا يمكن نسيانها رغم شفائي بعض الكسور وترميمي بعض الجدران بش حرام كل واحد كمهما يخسر ولده بش حرام هيك للا بالله لا هن يكونوا موسوطين لا هلأ بعد ما ما أخدوا نتيجة خمسة أيام تطلع النتيجة ما أخدوا نتيجة أبداً الأوطان ما بتجي هيك بدنا ثورة حقيقية بدنا ثورة ينزلوا على الأرض مش تقحنك ثورة مزبوطة حتى لو أنا بيقدر وراح دم مهم يرجع لبنان متل ما كان بس لأنه ما بد بيخلي حدا يقول خلص لبنان كل واحد عنده مهمة بحياتي يمكن مهمتنا أنه نضلنا عايشين ونعطي عمل لغيرنا قبل ذكرى سنة موتت بنتي قتل بنتي قاعد معكم عم بعمل انتروفيوز كل نهار كلنا هيك تنسمع صوتنا تنعلي صوتنا تنعمل بريشر تنوصل لحي الحقيقة والعدالة وين مفروض نكون عاديين عم نبكي كلنا سواء اليوم أو عم نرجع نفكر فيهم عشية حلوة لصارت بدل ما نفكر بيها الأربع قاب بس ما عنا غير حال هايدي سحر فارس بطلة مفوجة في بيروت عروس حرمتوها من عرصة عروس حرمتوها تلبس في الصطانة الأبيض فرجيتونيها أنا بناعش أبيض مش راح نسامحكم حقهم بدنا نجيبهم من عينيهم ولو بدوا يكلفنا دم ولسحر بقل لي خليكي حد أنا بحاشتك كتير وخصوصي بها الفترة وانت بتعرفي عنك مش بقلبي انت قلبي وراح تضلك قلبي للأبد ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة